تسعى سلطات الاحتلال منذ احتلالها لمدينة القدس إخفاء الطابع العربي للمدينة عبر سرقة المعالم الأثرية وتزييف الحقائق في محاولة منها لخلق تاريخ جديد لها وكان أخطر هذه المحاولات الكشف عن قيام جمعية عطيرة كوهنم شراء مبنى البريد والذي يعتبر أحد أهم المباني الاستراتيجية في شارع صلاح الدين هذا مشروع قديم جديد بمعنى أن الجانب الإسرائيلي يستخدم مجموعة من القوانين من أجل الاستلاع على المنازل أو من أجل عمليات التحويل في عام 1990 كان هناك مشروع يطلق عليه أصم مشروع شارون لبناء وحدات سكنية في داخل باب الزاهرة فبالتالي من أجل ربط هذه المنطقة في منطقة البريد كان يجب أن يقام نفق لكن قبل ذلك يجب أن تتحول هذه الملكية من ملكية الدولة أو من حارس أملاك الغائبين إلى عطيرة كوهنم ويعود المبنى إلى الحكومة الأردنية والتي قامت ببنائه قبل عام 67 حيث اعتبرت سلطات الاحتلال نفسها وصية على أملاك الحكومة الأردنية وسيطرت عليها تحت قانون حارس أملاك الغائبين خرجت الأردن من مدينة القدس وحتلتها دولة الإسرائيلية والآن تقوم بتحويلها من ممتلكات عسكرية إلى تحويلها إلى اليهود المتدينين المطرفين اليهود لبناء مدرسة دينية خلفنا هنا نحن نتحدث عن شارع صلاح الدين هو شارع الرئيسي في مدينة القدس دولة الاحتلال على ما يبدو هي تريد التصعيد تريد المزيد من الاحتكاك ما بين المستوطنين اليهود وبين السكان العرب لتمحي هذا الشارع لتغلق المحلات التجارية في مرحلة متقدمة كما أغلقت بعض الشوارع في مدينة الخليل هي إذن تريد ضرب الاقتصاد المقدسي الضربة النهائية من وراء تحويل هذه البناية إلى المتدينين اليهود قبل فترة حطوا أرمى على مدخل بيزك إنه المحل البيع فحاولنا التصنف فيهم عدة مرات على سبيت نشوف أداش السعر كان يجاوب إنهم ما بدونش بيوهم يعني مع الأسف كان يحطوا إشي على الجدران وبالواقع فيش تطبيق له وسبق أن عرض الاحتلال قبل أكثر من عام المبنى المؤلف من أربعة طوابق للبيع لكن هذا العرض لم يكن جديا حسب روايات عدد من المسؤولين في القدس تستمر سياسة الاحتلال التهويدية للمدينة المقدسة لتصل اليوم إلى قلب مدينة القدس لتستولي على أحد أهم المباني التجارية في القدس المحتلة لتلفزيون القدس يحيى مسودة القدس المحتلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر